عندما خلق الإنسان جعل كل فرد من أفراد النوع البشري متميزاً غيره ليس هناك اثنان من الخلق على مدار التاريخ البشري من أوله إلى آخره يتشابهني في كل شيء فكل فرد متميز عن الآخر وهذا أصل التميز أصل التميز هو هذه الفطرة البشرية التي صبغ الله بها هذا الإنسان فكان كل فرد في النوع الإنساني متميزاً ولذلك الحساب في الآخرة الرجل المرأة الصغير الكبير العربي العجمي المتدينون بأديانهم المختلفة من الأعراق كل واحد في النوع البشري سيحاسب أمام الله فرداء هذا يؤكد هذا التميز في أصل الخلقة وفي مصيرها عند الله تعالى فالحساب هو حساب فردي على أساس ما يكسبه هذا الفرد في حياته ولذلك كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس فالتميز إذن هو أصل وصبغة للخلق للفرد الإنساني للنوع الإنساني يتميز بها كل فرد هذا لا يلغي الصفات المشتركة في الإنسان فالإنسان على كافة أشكاله وألوانه وأعراقه وأديانه ولغاته هو إنسان فإذن في قدر كبير جدا من الاشتراك والتشابه والمشتركات ولكن يبقى كل فرد عند الله سبحانه وتعالى في أصل فطرته وفي مصيره عند الله فرداء وكلهم آتيه يوم القيامة فرداء طيب ولذلك هذا المنطلق الحديث في آفاق التميز يبدأ من تقرير هذه الحقيقة أن كل فرد في النوع الإنساني متميز وفي النهاية متميز في قدرات إمكانات استعدادات وهبها الله له منذ البداية تؤثر وتتحكم في عطائه في كسبه البشري ولذلك كل نفس بما كسبت رهينة طيب تؤثر هذه كلها في كسبه ويكون في النهاية مسؤولا عنها فالتميز إذن مبني أساسا على أصل الفطرة البشرية في خلق الله تعالى للإنسان هذا هو منطلق الحديث عن آفاق التميز التي لا بد أن يسعى الإنسان إلى أن يتعرف عليها في ذاته وهذا ينطبق على الصغير والكبير